أعزائي من جديد على قناة الدكتور عمار أبورغيلا أو عمار خليل على اليوتيوب سنقدم مجموعة من النصائح اللي هي العامة وفي نفس الوقت طريقة غسل اليدين جيدا في ظل طبعا تفشي مرض كورونا والأمراض المعدية نتذكر هنا الطريقة المثلة لغسل اليدين للمحافظة على نفسك وعلى من هم حولك فأنت معني بنفسك وبمن هم حولك يعني بنفسك وبالمجتمع فللمسافرين ننصح المتجهين لمناطق ظهر فيها فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 تجنب الاتصال بالحيوانات حية أو ميتة أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية إذا ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية فينبغي إما البقاء في المنزل وتجنب الإختلاط بالآخرين تغطية الفم والأنف بالمناديل عند القحة أو العطاس عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية المحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة عشرين ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمطهرات الكحولية المعروفة أو طلب الرعاية الصحية فورا متى يجب غسل اليدين؟ واحد قبل تناول الطعام قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام قبل وبعد رعاية شخص مريض بعد السعال أو العطس بعد تغيير حفاظات الأطفال بعد استخدام دورة المياه بعد لمس الحيوانات بعد لمس القمامة دي هي الطريقة الأصح لغسل اليدين أولا بنوزع الصبون على راحة اليد زي ما احنا شايفين اتنين بندعك راحة اليدين جيدا افرق راحة اليدين مع تشبيك الأصابع طبعا هتعمل فوقه تحت يعني في النحيتي 20 ثانية ضع أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وافرق ظهر الأصابع زي ما احنا شايفين كده خمسة خمسة افرق الإبهام براحة اليد ستة افرق اليد اليمنى بحركة ذائرية بحيث تتشبك أصابعها براحة اليد اليسرى شوف انت ازاي وسبح حاجة بنجفف اليدين بمناديل وبلاش المجفف المتواجد في دورات المياه المعروفة قد يكون سببا في انتشار الفيروسات والبكتيريا الضار دي اهم الحاجات في مكافحة المرض منها عند ظهور اعراض كورونا التنفسية وتعاني من امراض التنفسية وكنت في احد احد الدول التي سجلت فيها حالات كورونا خلال الاسبوعين الماضيين عليك بارتداء قناع طبي والتوجه الى اقرب مستشفى هنتبع داب العطاص في الفيديو اللي جاي ان شاء الله وده اهم حاجة احنا اتكلمنا عليها ويجب الالتزام بيها لمنع انتشار المرض والمحافظة على انفسنا وعلى اولادنا وعلى بيوتنا وعلى المجتمع والمحيط اللي خاص بينا فاحنا معروف اننا مش ناس بانانية بالعكس احنا حب لا يؤمن احدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لاخي بما معنى الحديث نلقاكم في فيديو اخر ما تنسوش الاشتراك في القناة والى اللقاء